بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله المشاركين جدد نقول لكم مرحبا بيكم متابعيني نقول لكم دمتم أو في القناة ان شاء الله فيديو لكم نرقاكم بأفضل وأحسن حال اليوم جبت لكم وصفة أروعة للمطلوع أو كسرة الخميرة بطريقة سهلة ومبسطة يعني لا عجن لا تعب نتمنى أنكم تجربوها وتدعو لي وكذلك برطجوها للناس كامل اللي يعني عندهم مشكلة في الخميرة انت حم تصلحش هذه الوصفة راح تنجحلكم مية بالمية نبدو مباشرة نحتاجوا زوج كسان سميد متوسط ولا ناعم وش عندكم راح نحطهم في الميكسر أو إذا عندكم نبرا ميكسر ولا الخلاط الكهربائي العادي راح نضيفو لهم ملعقة كبيرة خميرة الخبز وملعقة كبيرة سكر عادي ونضيفو لهم كذلك بنفس الكاس نديرو زوج كسان ما دافي إذا عندكم هذا الخلاط متع الطاس ولا تخدمو بالبراميكسر ولا الخلاط الكهربائي متع البصلة تكل يوم المهم أي خلاط ليساعدكم أنه المكونات هذو يمتزجوا جيدا راح نخلوهم يتخلطو ثلاثة دقائق إلى ربع دقائق هذه العملية هي اللي راح تساعدكم وتخلي لكم الخميرة نتاعكم جي خفيفة قطن وبنينا هكذا وكذلك الملاحظة الثانية أنه الماء يكون دافي بعد ذلك راح نفرغوا هذا الخليط في دسعة شوفوا كيف هجا القوام تاعوا والدقيق يعني امتزج جيدا مع هذا كل ما ومع الخميرة تفاعلوا كامل مع بعض نزيدوا نضيفوا لهم ثلاثة كيسان فارينة بنفس الكاس هذا الكاس الثاني ونزيدوا كذلك الكاس الثالث نزيدوا نضيفوا لهم ملعقة كبيرة ملح ونضيفوا لهم ملعقة سينوش ورح نخلطوا المكونات هذه كامل مع بعض فقط بالملعقة يعني ممكن شح تستعملوا اليد هكذا حتى تتشكل عندكم عجينة وتكون تلتسق في اليد شوفوا كيف هوا اليد رح نغطوها بباطل فيلم ولا بلاستيك غذائي ونزيدوا نغطوها بمنديل ونخلوها تختمر عشر قائق بعد ما فات العشر قائق رح نزيدوا نضيفوا لها ثلاث ملع كبار زيت هذه اللولة والثانية والثالثة ورح نخلطوهم لمدة دقيقة واحدة فقط دخلو الزيت في العجين وكما رح تشوفوا العجينة رح طرية ومتماسكة ومه تتلاسك في اليد رح رح نخلطوها دقيقة واحدة فقط وهذه الوصفة نتمنى أنكم تجربوها ناجحة من أول مرة تبعوا معي الخطوات فقط رح تنبهروا بالنتيجة في الأخير بعد ما خلطناها كما رح نقسمها إلى ثلاث خبزات هنا قسمتها إلى ثلاث خبزات وبعد ذلك جاوني شوية كبار عود درت قرصة صغيرة يعني انتقدروا تديروا ربعة قرصة صغيرة ولا ثلاث كبار ووحدة صغيرة هكذا وكما رح تشوفوا رح جينة طرية ومتماسكة وخفيفة وتتشكل معنا بكل سهولة وكما أكتلكم هنا بعد ما كملت جاوني كبار شوية عود نحية وحدة صغيرة نجيب قطعة القماش الخاصة بالخميرة نرش عليها القليل من الفارينة ونحط القرصة اللولة هكذا ونغطوها ترتاح دقيقة فقط نزيد نكمل الخبزات كامل بهذا الطريقة هكذا ونجعو للخبزة اللولة اللي حذرنا هي اللولة رح نبسطها ونلقاوها كبار كنتشوفوا ريحت ورح يعني تساعدنا كثير يعني ماشي رح تعب نبسطوها على بالتقريب واحد سنتيمتر العلو هكذا ودايمن نعدل القرصة الخميرة ونغطوها وخلوها تختمر الاختبار انتحها بالتقريب عشرة إلى خمس عشر دقيقة احنا عدنا جو دافي يعني ماهوش برد كبير عشرة دقيقة تكفي وانتو مع الحساب المكان اللي رقم فيه إذا عد برد خلوها حتى العشرين دقيقة وإذا عد جو دافي تقدروا عشرة قاعد تكفي كيتشوفوا الحجم تحض ضعف حطوها في الطاجين يكون مسخن من قبل طيبوها على الجهتين وفي الأخير رايح ندهنها شوية زيت الزيتون ولا زيت العادي وهذا هو شكلها شوفوا كفاجات خفيفة وطرية نتمنى أنكم تجربوها وتخلوا لي رأيكم في التعليقات وأنا كنت قدمتها مع شرب بريك بيضة وكنت كذلك وجدت الفيديو نتاحم إن شاء الله الفيديو القادمة سنحطه لكم لحقنا من نهاية الفيديو ما بقى لي غير نقولكم إن شاء الله سيكون عجبكم أونال ريضاكم ما بقى لي غير نقولكم لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة وفعلوا جرس ليصلكم كل جديد وبرتاجوا لتعمل فائدة والسلام عليكم